بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارد 6 شيري سترينز بروفايدد باي كونكريت احنا قلنا ان الشيري سترينز اللي موجودة في الخرصانة المسلحة نتيجة جزءين؟ جزء نتيجة الخرصانة وفيه جزء نتيجة LST طب الجزء نتيجة الخرصانة ازاي بنحسبو؟ في حالة لو فيه بندنج بس على القطاع بنقول ان احنا عندنا الفورمولة ال V C بتساوي 2 جزء F C في B W في D اللي هي ابعاد القطاع الكلام ده وات للمت المفروض اقل من او يساوي 3.5 جزء مقاومة الضغط في ال B Web في D ده according to the equation 11.3 طيب لو احنا عايزين نكتب المعادلة بديتيل شوية يبقى هنا 1.9 جزء F C زائد 2500 في ال Row Web اللي هي نسبة التسليح اللي هي عبارة عن ال Area Steel على ال B Web في D مضروبة فيه ننخلي بأنه V U في D على M U في أبعاد القطاع فيه ملاحظة هنا مهمة جدا ايه هي ان ال V U في D على M U المقدار ده اقل من او يساوي 1 في نفس الكلام في نفس ال V C تبقى اقل من او يساوي 3.5 جزء F C في B Web في D اللي هي نفس المعادلة او نفس الليمت اللي موجود فوق طيب نكمل مع بعض لو انا عندي Bending و Axial Compression يعني القطاع اللي عندي عليه Bending وعليه Compression فبنقول ال V C اللي هي Shear Strength اللي انا هاخدها من الخرصانة بتساوي 2 نفتح قوس 1 بلاس N U على 2000 في A G المقصود بال A G اللي هي Area Gross بتاعة القطاع مضروبة في جزء F C B Web في D الكلام ده اقل من او يساوي 3.5 جزء F C B Web في D في الجزء 1 بلاس N U على 500 في Area Gross N U اللي هي Compression Force واللحظة الوحدات ان N U على Area Gross وحداتها B S I نكمل المعادلة ديت بتولي M M بتساوي M U minus N U في 4 H minus D على 8 برضو لازم يبقى أقل من 3.5 جزء F C B Web في D في الجزء 1 بلاس N U على Area Gross وقلنا الوحدات هنا B S I لان احنا لو غيرنا الوحدات المقدار ده كله بيتغير طب لو انا عندي Axel Tension plus Bending فلو فيه Tension هنحمل ال V C هنحمل ال V C ونعتبارها بتساوي 0 وبنقول ان ال Design Sheer Reinforcement for All Sheer يبقى ال V C بتساوي 2 بلاس 2 مضروبة في القوس اللي هو 1 بلاس N U على 500 في Area Gross مضروبة في الجزء بتاع F C B Web في D اللي هي أبعاد القطاع اللي هي أبعاد القطاع